نعم من حقنا أن نحلم بدولة وقد عادت إليها سيرتها الأولى من حقنا أن نعبر بمصر على جسر التحديات والصعوبات لنصل بها بإذن الله إلى ما تصبوا إليه لكن ليس من حقنا أن ننسى أصحاب الفضل الحقيقيين شهداءنا الأبرار الذين يجب أن يبقوا حاضرين في ذاكرتنا وأن لا تدون أسماؤهم أبدا في سجلات الغياب وإلى كل شهيد من شهداء مصر نقول هيهات يطويك الغياب وكلما مر الزمان يعيد ذكراك الزمان سيمر فوق ثراك فجر حالم ويضيء قنديل وتزهر وردتان وتمر أسراب الحمام وبينها صوت يرتل صورة الرحمن سيظل معطفك الوفي مثابة للعابرين يفيض بالأحضام وسيسألون وقد رأوا لك صورة شهباء عالقة على القدران وتجيب من أقصى المكان صبية هذا أبي هذا ملاك حل في إنسان هذه بقايا عطره وسطور حب خطها لبلاده وروايتان نم في ثرى مصر الذي أحببته وابدأ حياتك بين علياء الجنان ما مات يوما من أحب بلاده فالأرض لا تنسى دم الفرسان سيادة الرئيس السيدات والسادة لقد تعلمنا داخل جيش مصر أن ننسب الفضل دائما لأهله حتى يزيدا لله من فضله الأبيات الشعرية التي ألقيتها الآن وجميع القصائد أكرر جميع القصائد التي ألقيتها منذ ندوة أكتوبر عشرين واحد وعشرين وحتى الآن هي من نظم شاعر من ريف مصر هذا الريف المليء بالمواهب الوطنية الجياشة من قرية بسيطة مثل قرانا التي تربينا بداخلها قريته اسمها منشات منصور مركز أجا محافظة الدقهلية أحببت مرة أخرى أن أرسل له تحية خاصة من هنا من القاهرة قلب العروبة النابض إلى حيث مقر عمله ببلده الثاني دولة الإمارات العربية الشقيقة إنه الشاعر الدكتور عطانور فله كل التحية وكل التقدير شكرا